خمس مهاجمين في دوري الأبطال والاكتساح للأندية المصرية طبعاً في المقدمة تاو وشريف من الأهلي بعد كده بن شرقي وزيزو من الزمالك وبعد كده بيتر شاولايل لنجم طبعاً سانداونز الجنوب إفريقي خلينا نتكلم أكتر على دوري الأبطال ونتكلم على المباراة اللي جاية مع المريخ بس بداية طبعاً لازم نرحب بضفنا ونجمينا النهاردة كابتن أحمد عبد المساء الخير كابتن أحمد ومن ضمن الحلقات اللي بستمتع بيها جداً لا سعد بيك دايماً في السنسة وعلى شاشة الأهلي ايه رأيك في الخمسة الأوائل؟ أكيد حاجة مشرفة حاجة مشرفة للكرة المصرية ويكون فيه من أول أربعة في التصنيف وأولهم طبعاً بيرستاو والشريف دي حاجة طبعاً مميزة جداً للنادي الأهلي وقد إيه مدى رؤية المجلس دارة النادي الأهلي في استكتاب اللعيبة وعلى أولهم طبعاً بيرستاو قلنا من الصفاقات المميزة جداً بتأدي أداء جاد جداً مع النادي الأهلي طبعاً أنا بشوف أن دي مكافأة برضو لشريف مكافأة لشريف أنه هو على أداء ومسواة يعني مع كامرة أدير طبعاً والاحترام لشريف بس يعني وهو من المهاجمين الوعدين وفرض نفسه بصراحة بقوة لكن دي قمت الأهلي برضو لأنه شريف جالك من موسمين صح؟ من موسمين تقريباً ده تالت موسم لي قمته ارتفعت بشكل كبير جداً من وجوده داخل ندي الأهلي ومشاركاته وألقابه اللحقاها مع ندي الأهلي أكيد دايماً لما بنتكلم بنتكلم على ندي الأهلي ومكانت ندي الأهلي ومدى رؤية الأندال الخارجية على الصفاقات اللي بتبعها داخل ندي الأهلي أو على لعيبت ندي الأهلي عشان كده زي ما بنقول دايماً سهل عليك أن تحترف برا من ندي الأهلي غير أي نادي تاني بمكن ده اللي مرة على أكتر من اللعيب من الظهر السلبية أن أنت ترحل عن النادي الأهلي. أنت حتى لو بتفكر في احتراف بوابة النادي الأهلي أسهل بكتر جدا في عمل الاحتراف. أو عمل تصنيفك كنت كلاعيب على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم. النادي الأهلي بيلعب ك 沒有 أندي، بيشرف كل البطولات. دايماً اسم النادي الأهلي هو من تردد عالمياً، وتصنيفه عالمياً. ده بيفرق مع اللعيب اللي داخل النادي الأهلي. عشان كده زي ما بنقول دايما التشارة النادي الأهلي أو اللعيب اللي داخل النادي الأهلي زو كيمة عالية وأكيد الهدف داخل النادي الأهلي أو لما أنت بتحرز أهدف داخل النادي الأهلي غير أي نادي تاني ده بيسمع بره وبالدليل أنت عندك من أول اتنين في أفريكيا بيرستا ومحمد شريف فده حاجة مشرفة لهم ومشرفة النادي الأهلي لا وقمتك كمان يعني مش بس شريف أنت حدث ولا حرج يعني عدد العقود أو اللاعبين اللي بيجي لهم عروض احتراف في الأهلي كبيرة جدا نشوف مثلا لعب زي ديانج جي الأهلي في صفقة تقريبا يعني أعتقد أنها مليون أو مليون ونصف مليون دولار أنت بتكلم اليهاردة على رقم أضعف أضعف يعني فبالتالي أعزى ذكر حضارك برضي بإيفونا إيفونا طبعا وكل الناس كانت بتقول أنت إيفونا جيبته برقم كبير جدا حوالي 40 مليون جنيه أو حاجة أنت خدت فيه 80 مليون فهنا عمل برضو حتى النادي الأهلي زي ما بقول لحضارتك الأندية الخارجية هتبص على نادي الأهلي ازاي هتبص على الأداء اللاعب ازاي زي ما بقول لحضارتك على مستقى أفريقيا وعلى سنوالعالم النادي الأهلي كتاب مفتوح كل الناس بتتابعوا ودي حاجة مشرفة أكيد وغير كده كمان طبعا العقلية فكرة أنك أنت تبني العقلية الاحترافية اللي ممكن جدا تتأقلم يعني بعتقد النادي الأهلي كمنظومة وكنظام الأقرب للأندية الأوروبية وبالتاني ما بيبقاش فيه الفجوة الكبيرة جدا بين لما تطلع بره من الأهلي غير لما تطلع بره من نادي تاني من ناحية التعامل والتأقلم والانسجام مع العقليات الأوروبية والعقلية الاحترافية بشكل جدير ده راجع برضو لأن أنا عشت داخل نادي الأهلي وعارف سياسة لداخل نادي الأهلي هو ما بيبصش لأي نادي تاني أو بيبصش لأي نادي تاني ومبصش لأي سياسة تانية هو بوصص على مستقبله وبوصص هو راح فين هو معروف وعايز إيه على كل مجال ستدرد النادي الأهلي وده ما يميز أنه هو محافظ على مبادئ النادي وعلاقية من النادي سواء اللعيب حتى لو أحسن اللعيب في الفرقة هو زي زي أي واحد في الفرقة عشان كده هنا ربما نتكلم المصلحة العامية مصلحة الفريق مصلحة النادي عشان كده هتلاقي كل اللعيبة ماشيين في نفس الاتجاه وهو دي السياسة النادي الأهلي اللي بينفزه مجل ستدرد راكي وأنا محترفتش برة بس يعني أنا على ثقة تامة أنه حتى في الدول المتقدمة شاحب يقول الدوريات الخمسة الكبرى الدوري الألماني الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري الأسباني الدوري الفرنسي دول الخمسة الكبر 80% من الأندية على الأقل مش بشكل دقيق يعني 80% على الأقل من الأندية دي كمنظومة وكإمكانيات وكبنية تحتية وكبنية حتى ممكن يكونوا بلو نادي تحت النادي الأهلي والنادي الأهلي أكبر من أنديها في إنجلترا وفي ألمانيا وفي فرنسا وكلام ده مفوش أي مبالغة ومش تحيز أبدا على إطلاق النادي الأهلي ويمكن كتير من اللعبة التي احترفت في بداياتها في أندية صغيرة عارفة ده كويس جدا وشايفت ده كويس جدا أكيد عشان ماشيين عن نفس النهجة ونفس النظام اللي هو النظام والالتزام وتحيي البطولة وما يميز النادي الأهلي برضو زي الأندية اللي بره أن أنت قفل الصفحات حتى لما بيحرس بطولة خلاص بطولة وانتهت وبيفكر في البطولة اللي بعدها عشان كده هنا البطولات اللي داخل درابي النادي الأهلي هي كبيرة جدا لأن دي السياسة اللي موجودة داخل النادي الأهلي وده بينف أكتر من براء وأكتر من بطولة حتى لما لقدر الله الأهلي بيتعرض لإخسارة هتلاقي بيقفل الصفحة وبيفكر في اللي بعده أو في المباراة اللي بعدها وفي البطولة اللي بعدها فده ما يميز السياسة اللي داخل يدار تنادي صحيح انت اول كاس علم تفرجت عليه كان ايه نسخة ايه اول كاس علم تديت بقى تحب الكورة وتقعد لمصفة سمريده 84 86 ده ما عداش عليك اساس انا شفتش مارادون بس الحقيقة والحقيقة ايه 94 مثلا 90 90 شفت يبقى شفت مارادون مارادون اللي هي 90 ووصلت بالارجنتين نهائي طبع ميسي كان معنا نجم ارجنتين في 78 دانيا البرتوني كان ضفنا في السادسة قبل ما تشرفنا على هوا على طول فكنت بسأله او ختمت معنا يعني كلامي بسؤال من وجهة نظره بما انه لعب جنب مارادونة مشوار طويل يعني زميل ملاعب زي ما بتقوله وميسي شافه من البداية لغاية دلوقتي فسألته ميسي ولا مارادونة هو الجاوب اجابة دبلوماسية بس حسيت من كلامه اكتر انه لقى مارادونة طبع هو هنا ممكن حتى لو بتاخد رأيي انا هقولك ميسي انا عشت ميسي وتفرجت عليه حتى لعبت اقصاده فانا اقول ميسي لان انا ما عشتش مارادونة بس مارادونة على سامعي او انا ما خش بتفرج عليه حاجة جبارة فممكن على فترة مارادونة كنت هتقول انه مفيش حد تاني هيجي زي مارادونة ففترة ميسي برضو مش هتقول ان في حد هيجي زي ميسي بص هو الموضوع طبعا نسبي جدا جدا وحسب انت بتشوف الموهبة او يعني الزاوية اللي بتقدر بيها وبتقيس حجم الموهبة ازاي ازا كنت بتقسها بفكرة الفعالية انه مفيد لفرقته قد ايه بيجيب الجوال قد ايه بيعمل اسستات قد ايه ده مقياس لكن ازا كنت بتقسها على امكانيات ومتعة ومرهارة وانه العيد ده بصرف النظر على ناتيك تل مطش كم كم ولا بيجيبه طوله ولا بيجيبش بس العيد ده امكانياته ايه ولما كنت توصله انت بتستمتع ازاي برضو دي حتة تانية خلص مختلفة فعشان كده الموضوع نسبي يعني هي هي هنا كمتك انت كلعيب ان انت بتعمل العكس المتوقع عكس المتوقع خالص كمتك انت كلعيب مدى تأثرك او ان انت تبقى ملهم للمجموع اللي حوالين منك او حفحاتك في حياتك فهنا لقب ازاي مقول لقب ازطورة ما بيطلقش على اي لعيب اللعيب زي ما نكلم عن محمد صلاح ده وقت ازطورة بمعنى الكلمة انه ملهم لكل الشعب المصري ولكل اوروبا وكل العالم فهنا كمتك انت كلعيب يعني انا بشوف المقرنة تبقى ظالم بين مارادونا وميسي بس انا عشان عشان عشت مع ميسي يعني كتير وتفرجت عليه فممكن اميل نحية ميسي شوية فهو ظلمت والله انك ملحكتش مارادونا سنة وفيه نس على فكرة اقدم شوية تقولك بيليه مثلا يعني قول لك بليه ده مجاش قابله ولا بعده ولا زيه ولا هيجي يعني كان باقي يبقى تبقى يعني وجهات نظر يعني فيه لعيبة مثلا دلوقتي قول لك ميال المهارة أكثر وأنا أرى كريستيانو رونالدو برضو في حتة تانية خلق أنا كريستيانو رونالدو بالنسبالي لعب لا يتمتع بأي نوع من المهارة يعني ما عندوش أي موهبة ربانية بس اشتغل على نفسه يعني طور من نفسه واشتغل على نفسه وهو بدني طبعاً يعني في حتة تانية خلق يعني بيشتغل على نفسه في الفتنس وفي لا أرى مدى الطموح والحافظ اللي داخل كريستيانو أنه تشوف آخر مباراة بيحدث ثلاث هداف بيكسف رقيته وصبت التوتنهام طبعاً فكله يقول لك خلص كريستيانو كده خلص أو مش قادر أو لا خلص أو بيأخذ الرقم ده ليه تاني هاتريك بعد 14 سنة من أول هاتريك حطه في الدورة الإنجليزية لا هو أركم يتكلم على هاتريك وهو 23 سنة مع منشستر يونايتد وهاتريك وهو 37 سنة مع منشستر يونايتد يعني برضو كتير جداً اللي زيه بطل من زمان وقعد يعني طبعاً لا هنا برضو العقلية يعني المنتالي بتاع اللعيب هو بيفكر إزاي هو عايز إيه يعني العقلية والمنتاليتي يقول لك خلاص دمعه فلوس قد إيه أو مش محتاج للكورة أو عنده بيزنس يعني كريستيانو عنده بيزنس كبير جداً ميسي عنده بيزنس بتاعه برا صلاح عنده بيزنس بتاعه برا بس العقلية والمنتاليتي والدماغ هي هنا كنتك أنت كنجم وكتموحك بلا حدود يعني بلا حدود كله قال خلاص كريستيانو هيرجع هيبطل في منشستر لكن بتشوف أنه هو بيرجع وبيقدي بالصورة دي وبيقدر يكسف فرقيته وبيبقى المميز ويسجل هاترك في فريق كبير زي توتنام فلاقي إيه العقلية دي وإيه الدماغ دي والله إنتخدتني النقطة مهمة جداً بس أنا عايز أقفل معاك الحتة دي عشان دايما ده السؤال ما تقدرش تاخد عليه إجماع لما تكلمني على مثلاً مواهبة زي زيدان زين الدين زيدان زين الدين زيدان أو زيدان بتاعنا زيدان بتاعنا أنا بشوفه فلتة الحقيقة طبعاً يعني واحد وكنت بشوف أنه يعني واحد من الأسماء اللي لازم كتتعدي محمد صلاح طبعاً يعني بجد بس يعني هو عمل مشوار كويس مخترم برضو وكان نجم في ألمانيا ومع مايز ومع بروسيا دورتموند ومع يورجين كلوب بشدة كلوب أنه كان لعيب مهم بس أنا بشوفه برضو من الأسماء المهمة في الكوار مصرية كبه كامعة زيدان الجزائر الأصل الفرنسي الجنسية كلمك على مواهبة زي رونالدينيو البرازيلي كلمك على رونالدو الكبير البرازيلي اللعيبة اللي تحس أنه بصمة مالوش زي مجاش زي كل واحد يستايلو اللي ما تعرفش هم دول اللعيبة دايماً من وجهة نظري يعني دايماً منافسة على الأفضل لا هنا هنا أنا بشوف من وجهة نظري أنت هتقعد كم سنة على نفس المستوى أنت هتقعد كم سنة تحقق الكرة الزهبية متفق معك عشان كده هنا أنا بقول أن ميسي وكريستينو في حتة تانية خالص يعني في حتة تانية خالص أنا عادة كتير يعني بيكهم في ناس كتير أو زيدان رونالدينيو رونالدو الظاهرة يعني فيه لعيبة كتيرة جداً بس هتلاقي عادة خمس ست سنين لكن أنت بتتكلم في كريستينو وميسي هم بقالهم حوالي 16 أو 17 سنة هم متربعين على عرش الكرة في العالم يعني عندما تشوف الجواز الأخيرة دخل معهم ليفندوسكي في الآخر واخدها وقبلهم مدرج لكن هم هتلاقيهم على الكرسي على طول على الكرسي أحسن لعب في العالم فأنت بتتكلم في كريستينو وميسي عشان كده هناك بيمتك أنت كلعيب على مدى السنين اللي انت بتلعبها انت حققت ايه مع النادي حققت ايه للتعييل الشخصي بتاعك أو الطموح الشخصي بتاعك حققت الميسي بيحقق كرة زهبية الست أو السبعة بين فأنا زي ماقول لحضراتك السبعة دي مش محسوبة السبعة دي كانت كده يعني كده بالحفظة كانت استهلة صلاح صلاحة أو ليفندوسكي يعني لو كترحت ليفندوسكي اللي هو علي كانش هيزعل بصراحة أو حتى لو قلت مثلا إيه جورجينيو أو راجل يعني كسبان يورو عشرين مع إيطاليا وكسبان دوري أبطال مع تشيلسي عشان يكو ببلاعها عشان كده بقول هنا هنا النجومية أو كمتك انت كلعيب أو مدى تحقيقك لأهدافك وطموحاتك بيقعد كم سنة بيكلم بكريستياني وميسي بقالهم 16 سنة بنفس الأداء بنفس المستوى بنفس الإنجازات حتى مع الأندية أو ما سواء مع منتخباتهم فده هنا حاجة يعني حاجة تاريخ ليهم وأكيد بيسطر التاريخ وزي ما نتكلم دلوقتي هتقولك ميسي أو كريستياني محدش هيجي بعد كده لا صلاح طلع طلع برضه في نفس الوقت وأنا بشوف أن صلاح عبداهم يعني نتمنى نتمنى يبقى عندنا عشرة صلاح واللي قاله وكابتن أحمد عادي دلوقتي بيأكد على الواحد يعني تبحث صوته أنا يعني في ظل إحنا في مصر هنا ما بنصرفش قليل على الكورة وعلى أرقام العقود وبنحاول وفيها أندية وأهمها طبعا في مقدماتها الأهلي بيحاولوا يبقوا محترفين بشكل كبير جدا في دارة المنظومة أنا بشوف أنه في مصر على مدار أجيال كتيرة جدا جات لعيبة كتستحق تلعب شح النهاردة بنقول صلاح والأنفلد والليفر ورايح البرسة والأندية بتتخانق عليه أنا بشوف أنه في مصر في أجيال كتيرة جدا جات كتستحق تبقى في المكان اللي فيها محمد صلاح بس الكلام اللي بيقوله كابتن أحمد عادل العقلية اللي تقدر تخلق الحافظ وتحافظ دايما على المستوى ومش مهمة تبقى لعيب كويس المهمة تبقى لعيب كويس قد إيه هو ده اللي بيصنع الفارق لو اشتغلنا على والأجيال اللي طالعب عندها طموحي كابتن أحمد يعني لو اشتغلنا في الأندية حتى على أنه يبقى في محاضرات تعليم لغات أنه يبقى في محاضرات تنمية بشرية أنه يبقى في محاضرات طب نفسي زي تتعامل مع المواقف يعني المهارات دي مطلوبة جدا عشان تبقى ناجح بر مش بس تبقى لعيب كويس لا أنا زي ما أقول لحضراتك الموهبة مش كفاية الموهبة مش كفاية زي ما حضراتك قلت إن في كان في مواهب كتير جدا بس ما طلعتش أو ما تقدمتش أو ما فضلتش بنفس المستوى على مدار سنين لكن زي ما أقول لك صلاح يشتغل على دماغه كويس ده اللي فرق معه بشكل كبير جدا من هو في سويسرا في بازل يشتغل هو عايز يشتغل يعني هتشوف مستوى صلاح وهو في المقاولين طبعا كان مراح بازل وهتشوف مستوى مراح تشيلسي بعد وقت تشيلسي كان ممكن زي أي حد يرجع مصر تاني أقول لك لا أنا خلاص كده عملت اللي عليا لكن دور على دوري إن هو يروح يتقلق فيه وميزة صلاح في الأندية اللي انتقل فيها هو زي ما أقول لحضراتك هو راح على فرقة تتناسب مع طريقة لعب هو يعني حتة كونتر أتاك حتة السرعة بعكس ما فرقة بتهاجم على طول 90 دقيقة وطول الوقت فهيبقى في مساحة دقيقة هو دي مثلا من الحاجات اللي نتكلم فيها اتطورت جدا عن صلاح يعني صلاح السنة دي الموسم ده تحديدا غير صلاح الموسم الأربعة في الدايقات يعني صلاح دايما كنوا معتمدين عليه في السرعات كونتر أتاك بسرعة وبتاعه واللمسة الأخيرة بيفنش كويس فعلا لكن النهاردة بيبقى حوالي 4-5 مدافعين تقال بيرقصوا 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 دي ما كناش بنشوفها عنده في الفقر فعلا أنا زي ما أقول لحضراتك هو طور من نفسه وشتغل على نفسه كويس وده اللي فرقت معه بشكل كبير جدا عشان كده كنت بتمنى أن أنا من فترة وكلمت في الموضوع دوت أنه بقى فيه خطة أن نحن نطلع عشر محمد صلاح خمستاشر محمد صلاح وده اللي كان شغال على ست الوزير فهتمنى أن التجربة تتفعل أن حتى أنا مطلعت كلامة بلكده كلمت على صلاح أنه هو لازم يكتب زي مذكرات لي مين من الأسماء اللي موجودة دلوقتي شايف أنها ممكن تكرر تجربة صلاح هي تحتاجة محتاجة لعب صغير ما هي لازم يبقى صغير تتكلم على برضو أنت مشوار صلاح النهاردة بتتكلم في تقريبا عشر سنين صلاح تسعة وعشر سنة آآ يعني تسعة وعشر سنة بازل أعتقد موسمين بعد كده تشيلسي موسم بعد كده فيرونتينا بعد كده روما بعد كده موسم خامس مع ليفرف بقاله يعني بقال قطع مشوار عنه فعلا وانت بتكلم في تسعة وعشر سنة لسه صغير يعني لسه في موسم يعني دي مرحلة النطج النطج فكورة وانت دخل على ثلاثين سنة النطج بعد الثلاثين كمان بسنتين أو ثلاث سنين فربنا يديله الصحة يعني ويبعد عنه مين شايف عنده الإمكانية انه مش لازم يبقى يعني ده إجيبشون كينج زي ما بيقوله بس قصه ده أقول مبشر إمكانياته تسمح ليلعب في ناتي كبير في أوروبا من الجيل الحالي مصري طبعا ممكن بشوف إبراهيم عادل إبراهيم عادل من بيراميتس واللي كنت بشوف قبل كده انه هو كويس جدا بس يعني الإصابة محمد محمود محمد محمود كان ملعبة صغيرة اللي كانت جاية وكانت تقدي كويس بس الإصابات هي اللي بعادته لكن ممكن حتة الاحتراف شوية اللعيبة بصها برا على المنتخب أدى بنسبة كم في المية مع منتخب مصر فهي دي ممكن تبقى عائق شوية بالنسبة لبعض اللعيبة لكن لا لا فيه لعيبة فيه لعيبة عبدالقادر وفتوح عبدالقادر عبدالقادر اللي أنا كنت أتمنى حتى من بعد سموحة كنت أتمنى أنه ممكن بيوبة الأهلي أنه تبقى الاحتراف لعبدالقادر لأنه بيقادر شوية بيستوي شوية برضو يعني محتاج يشتغل على الناس هو طبعا محتاج يلعب في فريق بطولة زي نادي الأهلي اللي حط تحت ضغط البطولة ضغط الجماهير لأنه تعرف كل الأنداف في مصر الحطة ما فيش جماهير لكن بعكس النادي الأهلي أنت بتلعب تحت ضغط جماهيري وبتأدي بنفس الأداء دوت وأداء مميز وعبدالقادر ما شاء الله سابت على مستوى ده اللي أنا أتكلم حضرك فيه أن دايماً لازم مستوىك يبقى سابت عشر خمستاشر ماتش ممكن أدائك ينزل المباراة لكن بيطلع الكرف تاني فده هنا اللي بيأثر عليك أنت كلعيب وعلى قيمتك أو مدى أدائك مع الفريق طيب ننقل بقى على المطش المهم الأول اللي أخد رأيك في مطشاط النهاردة بسرعة كانت شامبيونس ديج منشستر ينايتد أتلتكو مدريد مين كفيته أرجح من وجهة نظرك بشوف أتلتكو أتلتكو براجم المكسب بتاع منشستر في الدوري آخر أتلتكو في المباراة الكبيرة مع سيميوني بيقدب بتاكتك عالي جدا بيقدر يلعب الفرق الكبيرة وبينفكا وأيكس أمستردام مين أقرب للبطولة بشكل عام أقرب للبطولة بشوف ريال مدريد لا يا راجل أنت بقى ما شخلك ملكي أنا مش مدريدي بس أنا برشلونا بس استبعدت السيتي واستبعدت باير ميونيخ واستبعدت ليفر بول وشاف أنه ريال أقرب الريال نفسه طويل يعني نفسه طويل مع السيتي يعني ممكن مع السيتي الصوت عالي بعد كيست وبي أجي الصوتهم ما كانتش طالع بعد المطش الأولاني لا أحدش كان متوقع لا أحدش كان متوقع خالص بس بس أنجلوتي بيعرف يكسب يعني بيعرف يكسب إزاي مع بنزيمة بأداء الجاية طبعا مع الفريق ومودريتش طبعا فاللعبة دي فيه لعبة بتقدر تعمل لك فارق بتقدر تعمل لك فارق بس بطولة صعبة صعبة جدا بايرن والسيتي وكل الفرق فلكن أنا بشوف أن الريال عشان نفسه أطول في البطولة فممكن يوصل الشمبيز ديجي الأفريقي بقى أخباره إيه معك وشامتش ورق الأهلي فيه زي هو مشوار أنا شايف أن إحنا اللي صعبناه يعني أن النتايج النادي الأهلي هي اللي صعبته مع أنا بشوف أن الفرق مش هي الفرق اللي ترهب النادي الأهلي مش بنفس زمان يعني الفرق اللي ترهب النادي الأهلي لكن لو هنبص على أداء فريق نادي الأهلي في المباراة حتى الخارجية بيبقى فيه تحفز شديد من مصر الموسيماني فده ممكن يكون مؤثر شوية على أداء بعض العيبة حتى في طريقة اللعبة اللي بيلعب بيها لكن كلنا يعني متطمن متطمن حتى المباراتين اللي جايين إن شاء الله يبقى فيه مكسب لأن أنت عندك مباراتين هنا في مصر واللي متطمن أكتر أن خلاص مستر موسيماني من نوعية دلوقتي اللي بينزل بيفرض اسلوب لعبه بإمكانيات اللعبة اللي عنده بمفاتيح اللعبة اللي عنده حتة الجرأة الهجومية لازم تبقى موجودة أنت تنزل تفرض اسلوب لعبك وتقدر تخلص المباراة أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة فده هيفري معاك بشكل كبير جدا ليه عنين قدام سانداون طريقة اللعب طبعا طريقة اللعبة لما بتلعب بتحفز أربعة ثلاثة ثلاثة إذا بتحجم اللعبة أو بعد مفتاح اللعبة اللي عندك طبعا وأهمهم أفشة فأنا بشوف أن أفشة من أهم المراكز وإحتي بيفرم عدال فريق لما بيلعب عشرة أو بياخد حرية حركة مع ثلاثة أربعة ثلاثة لو أنت هتدي حرية للطرفين الملعب طرفين الملعب ودي ممكن اللي بينجح حالك بشكل أكبر حمدي فاتحي في حتة أنه هو بيبقى قدام السرد باكين وبيعمل الزيادة الهجومية مع السولية أو ديونج لكن هتلعب بالثلاثة أربعة ثلاثة لكن مهم أن أنت عندك في الناحية الشمال السرد باكي اللي بقى ناحية الشمال يبقى أيمن أشرف أيمن أشرف دي كانت المشاكل اللي بتواجه النادي الأهلي الفترة الأخيرة أن أنت عندك الحتة اللي وراء علي معلول دي بقى فيها مشاكل أنت بتدي له حرية هجومية كان مهم أن أيمن على طول أن هو يبقى موجود في الحتة دي لكن كان مصاب فأنا أتوقع أن عودة أيمن حتى لو تلعب تلاتة أربعة ثلاثة الطريقة الهجومية هيبقى النادي الأهلي شكله أحسن بكتير أو أربعة ثلاثة واحد الشكل هيبقى أفضل هتقدر تفرد أسلوب لعبك لكن طريقة أربعة ثلاثة ثلاثة بتحجم مفاتيح لعبك سواء طرفين الملعب أو الخط الهجومي أو بتاخد خمسين في المائة من أداء الهجومي الأفشة الأفشة طول ما هو بلعب عشر أو قدام الاتنين الديفندرات هو بيتحكم لك في رتم المباراة طبعا أنهو بيعلى رتم اللعب أو بينزل برتم اللعب وأفشة عنده من الخبرات ومقدارات أنهو يقدر يعمل لك دي فطول ما أنت بتلعب بطريقة هجومية أو بتنزل تفرض أسلوب لعبك الأداء هيبقى أحسن الشكل هيبقى أحسن يمكن ده ظهر بشكل كبير جدا في مباراة فاركو في اسكندرية من نادي الأهلي من أول خمس دقائق ومن أول عشر دقائق كنت تلاقي أنت النتجة ثلاثة لأنت نزلت فرضت أسلوب لعبك مع فوقان شريف مع أفشة مع عبدالقادر مع بيرسيتاو وأنا أشوف أنها قوة هجومية ضربة أكيد المريخ بسبب نقطتين النقطة الأولى سيناريو المباراة اللي في الدور الأول سيناريو اللي أنت تقدمت فيه 2-0 وقدر يرجع في المباراة اللي على أرضك وانت كنت في أفضل حالتك 2-2 وقدر السلائي يخلص الجيم للأهلي في الآخر والدوافع السيناريو المباراة الأولى والدوافع اللي بقت موجودة عنده لأنه بقى عنده فرصة وشايف أنه لو بالذات المطش اللي جاي لو المريخ عمل نتيجة إيجابية في مواجهة الأهلي حيبقى شايف أنه عنده فرصة كبيرة جدا في أنه يتأهل دول يخوفوك من المريخ أو يخلوك تتوقع نسخة مختلفة من المريخ اللي أنت واجهته في الدور الأول من المجموعات هو ما يخوفكش على قد ما تحترم المنافس يعني مهم جدا أن أنت تحترم المنافس لكن ما تخافش منه ده أنا بشوف أنها شعرة بين أن أنت تحترم وأن أنت تخاف هتخاف هتبقى حريص في طريقة اللعب هتخاف أن يجي فيك هدف لكن طول ما أنت هتفرد أسلوب لعبك أو هتنزل تهاجم أنت دارس أكيد مستر مستميني دارس في نقطة القوة والضعف فريق مريخ كويس ولعبتهم قبل كده من قريب لكن طول ما أنت هتنزل تفرد أسلوب لعبك هو طول المنافس حتى لو كانت أماله كبيرة هو بيستنى يشوف أنه دي الأهلي هيلعبه إزاي هيهاجمه لكن ما تجرأش الفريق المنافس عليك لما هيشوفك بتلعب بطريقة 4-3-3 أو بتأمن في نص الملعب هنا هتقدر تجرأه عليك وطول ما أنت سفر سفر والماتش بيعدي أنا بشوف أن الهدوء اللي عيبه عنده هدوء أكتر وده اللي يميز بين نادي الأهلي الهدوء الكبير اللي عيبه عند اللعيبة لكن مش هيبه في حتة التصرع حتة التصرع طول ما الوقت بيعديه سفر سفر هيبه في حتة التصرع من اللعيبة ولكن مع لعيبة نادي الأهلي أو خلاص بقى عندهم الخبرات والكدرات أنه ممكن يجيب هدف حتى في الديئة 90 لكن أهم حاجة أنت ما يخشش فيك فده اللي هتفرم عن هذا الأهلي قبل مسألك على التشكيل اللي تتمنى تشوفه في ماتش المريخ لكن يمين إن شاء الله بإذن لنا تمنى وإن شاء الله يكونوا جاهزين سواء كريم فؤاد أو محمد هاني بس لو مش متواجدين أو مش جاهزين بشكل كامل لماتش المريخ مين الأنسب لشغل المركز ده من وجهة نظرة كابتن أحمد نرى المباراة التي فاتت لعب طهر لكن أنا كنت أتمنى أن حسين حسين الشحات حسين الشحات لأن حسين الشحات كما قالت حضرك واتكلمنا في الموضوع قبل كده أنه كان أنسب حتى بعد إصابة أكرم توفيقي لما كان محمد هاني لسه مرجعش وانت شايف أن حسين هو يقدر 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 في الطريقة دي زي ما كان يقدر فيها في المقصة حسين من نوعية اللعبة تأتي من تحت كويس تأتي من تحت كويس محدش شايفه المنطقة دي حسين بيقدر يوصل ويعمل الكورة كويس أو بيقدر بيحرز أهتف من الحتة دي لكن أتمنى أن حسين يبقى موجود وطبعا لأنا أكتر أن عودة هاني طبعا تشكيل أمثل بقى حسين أو هاني أو كريم لأن الحقيقة كريم بدأ يدخل برضو فورمة وأنا براهن على كريم أن الحقيقة يعني هيكون ورقة مهمة جدا مع الأهلي في الموسم ده والموسم اللي جاي طبعا أنا بشوف ممكن يلعب الشناوي الشناوي يلعب عبد المنعم ويلعب أيمن أشرف ممكن لو مش عيمن هتلاقي ياسر إبراهيم يعني أنا بشوف عبد المنعم وآيمن دوتو بالنسبة لك عبد المنعم ويسر أفضل عبد المنعم وآيمن أفضل أؤلاء أيمن ويسر أفضل أدويب في التلاتة دولة أنا بفكر برضا عشان علي يعني أنا بفكر عشان علي معلوة أتمنى النعيم عشان تلعب تتريح علي أو تخلي علي يعني واخد خرية عكتة لأنه مفتاح لعبه مهم يبقى أيمن مش عايزة شهيله هم الدفاع تمام ده مفتاح لعبه مهم بس لازم حتة دي يبقى مقفولة كويس تمام هيلعب مثلا عبد المنعم وآيمن وهاني ولو مش هاني موجود يلعب حسين تمام وهيلعب علي معلول ويلعب حمدي قدام السرد باكين تمام وهيلعب السلية تمام وآفشة تمام وعبد القادر عبد القادر شمال هيلعب بيرسي تاو هيلعب بيرسي تاو يبتدي لازم يبتدي لازم يبتدي وشريف راس حرب شريف فروت صريح فده هتلعب 4-2-3 أتمنى أنه يلعب 4-2-3 بحمدي وحمدي وسلية لأن السلية برضو بيعملك المهام الهجومية وبيعملك الأسست وممكن يسجل هدف وفي نفس الوقت عنده من القدرات البدنية أنه يرجع يضم في نص الملعب ويقفلك نص الملعب بشكل عام بطولة نسخة دوري الأبطال السنادي شايف فرص الأهلي إزاي في تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي 11 في تاريخه ومن المنافسين الأشرس من الفرق في البطولة التي تعملها حساب أكيد من الفرق التي تعملها حساب الوداد فريق جيد لكن زي ما قلت لحضراتك لا يوجد فريق أحساب من نادي الأهلي لا يوجد طول من نادي الأهلي في حالته مش شايف أن فريق يقدر يخوفني مثلا على البطولة أن نادي الأهلي ما يحقق أن أنت زي ما قلت لحضراتك على أي فريق في أفريقيا الأهلي لما بيلعب هجوم ضغط بيلعب ضغط عالي بيقدر يكسب أي مجرعة كده وفرض أسلوب لعب وده أكيد بيفرق معا بشكل كبير كل التوفيق لرجالتنا يوم الجمعة كلامنا مستمر مع حضراتكم ومع نجمينا كابتن أحمد عدل في السادسة بس بعد فاصل ونرجع نقابل حضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة وخلوني أبدأ بطرح تذاكر مباراة الفراعنة وأسود التيرانجة مصر والسنغال يوم 25 إن شاء الله في السادسة القاهرة مستنين وحوش مش بس في الملعب وحوش كبان في المدرجات عشان يقدموا الدعم المطلوب لرجالتنا إن شاء الله والجمهور يكون زي ما عودنا اللعب رقم واحد إن شاء الله في مواجهة صعبة جدا على أولادنا وهم لها بإذن الله لها إن شاء الله يوم 25 أسعار التذاكر اللي ترحت ابتداء من صباح اليوم الدرجة الثالثة 100 جنيه الدرجة الثانية 250 جنيه الدرجة الأولى علوي 400 جنيه الدرجة الأولى 600 والمقصورة 2000 جنيه أتمنى يعني إن الدرجة الثالثة بالذات تبقى أقل من كده شوية عشان نسهل على الناس لكن في النهاية اللي يهمني أكتر إنه اللي يروح جمهور كورة يعني ده مش ماتش كارنفال مش ماتش مش ماتش إعلانات مش ماتش موضل إحنا عايزين جمهور كورة يروح يشجع طول التسعين دقيقة جمهور زي اللي بنشوفه من جماهير النادي الأهلي بتحضر في كل ماتشات بيبقى فيه ألف ولا ألف وشوية تحس يومهم كأنهم مليون ستايد كأنهم مئة ألف فعايزين نستغل الستين ألف دول كأفضل شكل ممكن متفائل يا كابتن أحمد أكيد إن شاء الله متفائل أكيد صعبة مباراة صعبة لكن مع الرجولة والعزيمة والإصرار اللي عند لعيبة المنتخب أتمنى إنهم يبنى على نفس الحالة اللي ظهروا بها في كأس أمام أفريقيا بنفس الرجولة ونفس الإصرار ونفس العزيمة خلينا نتكلم موقعيا فريق السنغال أكيد فنيا أعلى لكن عندك مستر كيروش بردو إن شاء الله ربنا يا مفاقل التشكيل أمثل وإنه هو حتة أنه يدرس فريق حيلعب تفتك يعني إحنا شفناه في الكاميرون شفنا المنتخب في أفضل أحواله مع كارلوس كيروش يعني ووصل لنقطة إحنا ما كناش نحلم أن يوصل بها بصرف النظر أنه ما حققش البطولة لكن المنتخب ابتدى نوعا ما يستعيد روحه سياك من الفنيات الروح والشخصية ظهرت في المرة دي بيلعب كارلوس كيروش لأول مرة على أرضه في مباراة حاسمة الهدف اللي هو بعض مثل لسانه قال أنا جاي عشانه أو جاي متفق أن أنا أوصل بمصر لكاس العالم تتوقع تشوف كارلوس كيروش مختلف أو طريقة مختلفة كارلوس كيروش مع منتخب مصر أتمنى نشوف أن حاجة فنية وحاجة فنية دي مش هتيجي عن طريقة اللعب عن طريقة اللعب أو عن اللعبة اللي هتوظفها في الأماكن اللي أنت محتاجة لأن أنا زي ما كنت بتكلم قبل كده وكذلك لأننا كلمنا في كاس الأمم أن أنت عندك لو عملت الطبيعي أو لو عملت أو حطيت كل واحد في مركزه أنت هتأخذ منه المية في المية بتاعته وخصوصا أنت بتلعب أربعة وثلاثة ثلاثة سواء بتلعب أربعة أو بتلعب مثلا النني وبتلعب السلية لكن أنا هنا أنا بشوف أنه لو حمدي يلعب لو أنت عايز تلعب النني يلعب النني بس النني هيفيدك في تمانية أكتر هيفيدك في تمانية هو السلية يعني النني السلية تقصد ولا النني مع السلية النني مع السلية وتحتهم حمدي تمام زي ما بيلعب زي ما بيلعب أو لو هتلعب بمثلا من النيني والثليا وزيزو فهنا الشكل هيبقى أحسن هنا هيبقى عندك النواحي الهجومية أو الحلوله الهجومية لأن انت مهم جداً يبقى عندك حلوله هجومية وديه اللي ما ظهرتش بكاسه لأمر لأن انت كنت بتدفع بشكل كويس ومتعود على طول أن صلاح ينزل صلاح بس أنا بيتهقلي بدلاً حطيت زيزو في البداية لازم حد يبقى موجود وتلعب يا بالنيني يا بالثليا يعني ممكن ممكن تلعب بحمدي هذا هيبقى مائل أكتر لأدوار هجومية لازم بتعلي حمدي حمدي هيبقى بشكل كويس وبيقديها مع النادي الأهلي جداً جداً يتمنى بس يبقى فت في مطش السنغاية هذا اللي أنا بتمنى وخصوصاً اللي أنا كنت بتمنى أكتر أن اللعيبة أتمنى أن هما يظهروا بشكل أفضل لعيبة المنتخب مع الأندية الأندية أنا بشوف أن بعض اللعيبة هذا كان السؤال اللي جاي لك الإجهاد اللي بيعاني منه لعيبة الأهلي والزمالك الحقيقة يمكن أنا المستوى اللي شفته من نادي الزمالك في بطولة أفريقيا خلينا أقول إنه يعني ده في يعني خلينا أقول إنه إجهاد كبير جداً مش هقول أسباب تاني ومليش إن أنا خش في التفاصيل لكن في النهاية أنا بتكلم على منتخب قوامه الأساسي من الأهلي والزمالك هل شايف إنه ده هيكون بيأثر بشكل أو ليه تأسيل سلبي على مستوى المنتخب في مواجهة الأولى؟ خلينا نتكلم بواقعية أن أنت بتكلم على طبع العيب مصري هو ما بيظهر شلة في المعسكرات المغلقة المعسكرات المغلقة لو أنت قافل عليه أو لطولات المجمعة أنت هتاخد المية في المية بتاعته لأن تركيزه بيبقى عالي جداً بيبقى متحمل مسؤولية بشكل كبير جداً أو فترة المعسكر بسبب أن تتكلم في شهر أن المعسكر واللعيبة كلها عادة مع بعض فأنت هتاخد منهم من كل اللعيبة المية في المية بتاعته مع قائد زي محمد صلاح أنهم بيجتمعوا على هدف واحد لكن مع الأندية ممكن بعض اللعيبة أو عودة المنتخب تؤثر على الإجهات بشكل كبير لكن يجب أن يكون مؤثر مع فرقته يجب أن يكون مؤثر مع فرقته سواء على مستوى النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو فيوتشر أو بعض الأندية الثانية يجب أن تكون لعيب مؤثر مع فرقتك ويمكن هذا للأسف ما ظهر بيه بعض اللعيبة مع فرقة أنها لم أقدمت نفس المردود الذي أدت به في كاس الأمم أتمنى أن اللعيبة تكون مقدرة لمسؤولية كثيرة أتمنى أن يجب أن يكون حلول هجومية أكثر من هذا لأن أنت ستلعب فريق أنا أتكلم عن فريق السنغال فريق من 2015 وهو قوم الفريق الموجود أتكلم عن فريق يلعب سبع سنين هم نفس اللعيبة فهذا الذي يجبهم الكفة الأرجح فأتمنى أن نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف في فريق السنغال ونقدر نشغل عليه كويس طبعا من أهمهم طبعا صلاح مرموش مع مصطفى محمد أو محمد شريف إن شاء الله لازم يبغي دور كل التوفيل لرجالتنا إن شاء الله بإذن الله مواجهة صعبة لكن معنا حاجات كتير جدا تحسمها الروح والشخصية اللي اخترنا بهم بطولة أفريقيا والجمهور بإذن الله اللي يقدر إن شاء الله يملأ الأستاذ وأعتقد أنه في وجوه جديدة هتضاف على المنتخب في المعسكر بتاع 21 استعدادنا للمواجهة الأولى ممكن تصنع الفارق كل الشكر ليك كابتن أحمد نوارت الدنيا وشرفت في السادسة ونتمنى دايماً نتقابل معك على خير ونكون إن شاء الله تأهلنا لدور التمانية وتكون إن شاء الله مصر وصلت لكاس العالم شكراً لحضرتك وشكراً لحضراتكم على متابعتنا وعلى كل خير نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد السادسة دايماً على شاشة الآية